يا أستاذ محمود بس في المناخ الجميل ده شفت عملت مع مين مسلت مع الأستاذة الكبيرة الفنوان العظيمة فاتن حمال والرائعة شادية والرائعة مجدة والرائعة يعني الحقيقة الحمد لله يعني أنت مسلت يعني عملت الحقيقة عمل مع ناس بجد الواحد ومن البدايات من البدايات التلاتة اللي حضرتك قلتهم كنت ناديا لطف كنت بنحس بي يعني مين فيهم كنت انت بتستمتع أو بالتمثيل معها أكتر وده اللي أنا دايما كنت عاكم نفسي عليه وقل إزاي أنا آه المسرح شيء عظيم لكن إزاي أنا ما كنت شايف هذه السيدات إزاي ما كنت شايف هؤلاء الأستاذة مش شايفهم كويس الله ده واحد زي سعاد حسني دي كانت تكتهت قوي قوي قول يا إيه ده على من نطق الرصاص على من نطق الرصاص الحب اللي كان وكان أول فيلم علي بطرخان ويعني طبعا مدام فاتم هذه السيدة العظيمة عملت معها الخيط رفيع عملت معها فيلم اسمه حبيبتي من أرقى الأفلام قصيدة شعر قصيدة شعر بالفعل صورناها بالكامل في بيروت مع العظيم الأستاذ بركات يعني مين أقربهم لقلبك في يعني كنت بتحب تنسل معها شوف يعني أنا بقولك ده كان اتجاه يعني أنت كل واحدة فيهم لها رصيد قيمي أخلاقي بمعنى تكون أخلاقي هنا بمعنى إزاي متكونين إزاي بيدعاوا نفسهم بيقروا بيجتهدوا إزاي بيستمعوا لكلمة مخرج يحترموه إزاي بيلهسوا رأس سيناريو حتى يبلغ أفضل درجاته من الجودة يعني بيعملوا شغل على ذاتهم وعلى شغلهم فتكتشف إن هم مش زي الواحد ما كان مش شايفهم كويس مش شايف صلحة بوسيف كويس مش شايف مثلا كمال الشيخ كمال الشيخ مستاذ أيضا هذا كان شعر حقيقي رجل مسقق فيه كده بالشانزلي زي كده وعينيه بتجيب الصعود إلى الهاوية الصعود إلى الهاوية يا سلام يعني يعني أنا بعتبر الصعود يعني هو بداية البداية الحقيقية لإبراز دور المخابرات العامة المصرية في كشف القضايا الجسوسية هم كانوا يشرفوا على العمل ده بكامل بكامل اللي هي قضية الجسوسة هي بسليم أظن آه هي بسليم لكن كان كمال الشيطة الله يرحمها مديحة من أدورها العظيمة إنما هو الأستاذ كان يوقف كده في الشغل زي وإحنا عاديين بقى عاد على علبة من بتوع العدسات ولا معرفش إيه أو لمبة من ريحة أو بتاعه وهو بواقف على رجل إيه كده يتلفت يمنة ويسرع وعلى الأرك دو تريامف ومخه شغال ديكوباج أطاعات سينمائية جوه الفيلم طبعاً طبعاً قول له أستاذ بإذن روح إنت حتاعد تتفرق كده كل يوم باتعلى بكرة بيقول لي سكت سكت ده أنا دينا ما شايف مش عارف المشهد الفلاني عارف لي لقيه هو إيه قاعد يتكلم على الديكوباج على إخراجه اللغة الإقاع لو أنت مخرج ما صلح كمان فيعني يعني أنا المسألة تأسرني للغاية طبعاً فألاقي واحد عمال يتكلم على الإقاع ده الإقاع ده هو الإخراج هو فن الإخراج ألاقي بيتكلم عنه طبعاً أنا عارف أنه أصلاً كان مونتار طبعاً فتلاقيه هو شايف الحكاية بالملي ومخرج سال وعارف بالملي هو حيعمل أظنك كبير استمتعت أو بأداء شخصية الدكتورة الحسين فقهر الزلال كان عندنا بورسعيد أيام زمان كنت لسه صغير الراديو بتاعنا بتاع زمان ده اللي يتحط بفوق كده على رف كده يتعلق يتحط في الحيطة والراديو ده هو التلفزيون بتاعنا فده كان في حديث الأربعاء حديث الأربعاء ده بتاع العميد طاع حسين ولقى أخيك كبير فارودة من عشاقه رمويتنه كده قاعد يسمع حديث الأربعاء فبقيت أعمل زيه بده يحصل بيني وبيني هل بلا خلاك تعمل هذه الشخصية؟ هذه الذكريات الأولانية كانت ترككمها أنا طبعا عملت رواية الأستاذ كمال الملاخ قاهر الزلام اللي اكتاد كوة روح العميد وكل تراثب التقافي الأدبي وجمع من خلال صدقته أو قربه بشكله أو بآخر كصحافي كبير جمع مادة يصنع منها كتابه قارئ الزلام لما جينا بقى معنا سيناريو أنا رجعت للأيام مقدرش معنا أعملش أنا مجهود أنا كمان مجهود إيه؟ كممثل أنا عشل مسئولية العميد هل قارنت أو حطت في الاعتبار وانت بتعمل هذا الدور الدور الذي أدى الفنان الراحل أحمد زكي في الأيام في التلفزيون يعني هل فكرت فيه؟ لا لا حاولك لي لأنه أنا يعني كان عندي علاقة جيدة مع الله يرحمه يحيى العالمين طبعا كان عندي علاقة وطيضة بحبيبي الله يرحمه أحمد زكي علاقة أكثر من وطيضة يعني يعني ويمكن هو أول مرة يمثل في السينما كان معايا في فيلم بودور وكان عندنا علاقة قوية جدا يعني وكان البيت الوحيد اللي يدخله هو بيتي أنا يعني أحمد كان حبيبنا وصديقي قوي قوي وهو كان إنسان بسيط للغاية بمعنى نقي نقي قوي يعني يتيح لك فرصة أنك تحب وتتعلق به فأنا كنت عملت قاهر الظلم وصادف حظه الطيب واجتهدت فيه يعني فعلا بشكل مش عايز يعني أنا يعني الاجتهاد واضح آه يعني اشتغلت فيه كويس قوي فغير كممثل لكن ليه يا ملاحظة أقول لها معلش بعد كل هذا الزمن إحنا هذا الفيلم كان من إنتاج الأستهز الله يرحمه وسعني شلام الله يرحمه إنتاج خاص تلفزيوننا العظيم ما أقولش حاجة ونجمينا الحبيب الفنان الكبير أحمد زكي الله يرحمه ومخرجنا الكبير يحيى العالم الله يرحمه كل هؤلاء العظام عملوا سلسل في 30 حلقة وربما كانوا زيادة للأيام إحنا إنتاج خاص هم لم ينتقلوا خارج الستوديو لأكتر من قرية إحنا سافرنا باريس بضبوط صحيح مومبليي إسبانيا مادريد الأندلس الجنوب إيه تاني تركيا إسطنبول إسطنبول هم يقولوا كده إسطنبول فروحنا إسطنبول وصورنا عنك هذا إنتك خاص يا سيد الفاضل إنتك خاص بيعمل يجب أن نحتفى بي طبعا بيعمل تسجيل درامي لتاريخ العميد زي ما نصوروش في المواقع جامعة مومبليي اللي حصل فيها على الدكتورات وماجستير كمان وروحنا عادنا فيها في مومبليي بس تليفزيون بيزيع الفيلم يا سيد محمول أنا قلتش حاجة لا أصل انت حطتني كده حسيتنك يعني إيه لا 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 وانا ما قلش وانا ما قلش والله يا ناعصد بس إيه انت خلتني أمام يعني إيه عملين لابد من محاولة انك تجد صيغة للمقارنة بشكل أو بآخر ليس مقارنة طب بالنسبة بتقبل أو بتشوف ازاي اللي بيطلقوا على أسماء الفنانين ألقاب يعني يعني يلقبوا ده أنا فاضلي بس جملة في هذه في الجزء دي اللي فات أنا كنت بشوف انه فيلمنا قائر الظلام كان لديه رصيد ضخم من المحبة والإيمان برسالة ما لدى الأفراد خلاص وقناعات حقيقية تبحث عنه وتعاملت وروحنا لآخر الدنيا عشان رحنا تركيا وروحنا سكننا في بطايا ناطق وفي ما بين فندق ضخم وعملات وفنادق صغيرة في حياة شعبية وعملنا شغل جدير مع مخرج كبير جدا الله يلحب وعاطف سالم صحيح اجتهدات أنت أمام ناس جاية تجتهد مش يزر وعرفة أنها أمام مسئولية جبارة مع كل الاحترام المسلسل هناك اتعامل بحظم وأنا شفية شغل أغلب حلقاته كل ما كانت الزروب بيته تحليق وأحرص على أني أشوفه وعجبني الغاية الحاجة لوحي للجملة اللي طلبت أن أنا أقولها وبرضو رغيت أكثر من هذا عشان أقول الجملة دي أنه في المناء كان في مراحل لم ترد على نحو متسع رغم الثلاثين حلقة احنا يعني عشنا في مومبلييه فترة الدراسة في مومبلييه وفي باريس وفي مدريد وفي الأندلس طوليطلة وشبيلية يعني عملنا شغل يعني في الأندلس وأيضا في تركيا في اسطنبول يعني مزح مع الاحترام فإحنا اشتغلنا في منطقة هم اشتغلوا في منطقة منطقة التحافظ الوحيد هم كان عندهم 30 حلقة يعني 10 أفضل أظنهم كان 15 مش 30 مش فاكر والله يمكن يمكن